قوله وعظنا الوعظ التذكير بما يلين القلب سواء كانت الموعظة ترغيبا أو ترهيبا وكان النبي وفا يتخول أصحابه بالموعظة أحيانا وقوله وجلت منها القلوب أي خافت منها القلوب كما قال الله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وذرفت منها العيون أي ذرفت الدموع وهو كناية عن البكاء فقلنا يا رسول الله كأنها أي هذه الموعظة موعظة مودع وذلك لتأثيرها في إلقائها وفي موضوعها وفي هيئة الواعظ لأن كل هذا مؤثر حتى إننا في عصرنا الآن تسمع الخطيب فيل قلبك وتخاف وتبكي فإذا سمعته مسجلا لم تتأثر فتأثير المواعظ له أسباب منها الموضوع وحال الواعظ وانفعاله قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل هذه الوصية مأخوذة من قول الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فتقوى الله رأس كل شيء ومعنى التقوى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة ولهذا قال بعضهم في تفسيرها أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عقاب الله وقال بعضهم خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وأعمى الكماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لتحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى قوله والسمع والطاعة أي لولات الأمر بدليل قوله وإن تأمر عليكم والسمع والطاعة بأن تسمع إذا تكلم وأن تطيع إذا أمر قوله وإن تأمر عليكم أي صار أميرا عبد أي مملوكا قوله فإنه من يعيش منكم أي تطول به الحياة فسيرى والسين هنا للتحقيق اختلافا كثيرا في العقيدة وفي العمل وفي المنهج وهذا الذي حصل فالصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا طويلا وجدوا من الاختلاف والفتن والشرور ما لم يكن لهم في الحسبان ثم أرشدهم إلى ما يلزمونه عند هذا الاختلاف فقال فعليكم بالسنة أي الزموى سنة والمراد بالسنة هنا الطريقة التي هو عليها فلا تبتدعوا في دين الله عز وجل ما ليس منه ولا تخرجوا عن شريعته قوله وسنة الخلفاء الراشدين الخلفاء الذين يخلفون رسول الله في أمته وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الخليفة الأول لهذه الأمة نص النبي تعانى على خلافته نصا يقرب من اليقين وعامله بأمور تشير إلى أنه الخليفة بعده ثم الخليفة من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أولى الناس بالخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنهما صاحبا رسول الله ثناء وكان كثيرا ما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر فرأى أبو بكر رضي الله عنه أن أحق الناس بالخلافة عمر رضي الله عنه وخلافة عمر رضي الله عنه ثابتة شرعا لأنها وقعت من خليفة ثم صارت الخلافة لعثمان رضي الله عنه بمشورة معروفة رتبها عمر رضي الله عنه ثم صارت بعد ذلك لعلي رضي الله عنه هؤلاء هم الخلفاء الراشدون وقوله المهديين صفة مؤكدة لما سبق لأنه يلزم من كونهم راشدين أن يكونوا مهديين إذ لا يمكن رشد إلا بهداية وعليه فالصفة هنا ليست صفة احتراز ولكنها صفة توكيد وبيان علة يعني أنهم رشدوا لأنهم مهديون وقوله عضوا عليها أي على سنة وسنة الخلفاء بالنواجذ وهي أقصى الأدراس ومن المعلوم أن السنة ليست جسما يؤكل لكن هذا كناية عن شدة التمسك بها أي أن الإنسان يتمسك بهذه السنة حتى يعض عليها بأقصى أدراسه وقوله وإياكم لما حث على التمسك للسنة حذر من البدعة وقوله وإياكم ومحدثات الأمور أي اجتنبوها والمراد بالأمور هنا الشؤون والمراد بالشؤون شؤون الدين للمحدثات في أمور الدنيا لأن المحدثات في أمور الدنيا منها ما هو نافع فهو خير ومنها ما هو ضار فهو شر لكن المحدثات في أمور الدين كلها شر ولهذا قال فإن كل محدثة بدعة لأنها ابتدعت وأنشئت من جديد قوله كل بدعة ضلالة أي كل بدعة في دين الله عز وجل فهي ضلالة ترجمة نانسي قنقر